نانسي مبسوطين كتير بتواجد جو جاي اواردس خبرين عن هالتواجد بالسعودية لجانب بعدد كبير من النجوم أنا اللي مبسوطة سعيدة كتير بها الوجود وأكيد أنا بدي اعتبر انه هيدا تقدير لشخصنا ولا كل شي عم نقدمه من أعمال بيعطينا طاقة وقوة لحتى نقدر كل سنة نقدم الأفضل الأفضل معنا وبصراحة بدي اتشكر بدي هني هيئة الترفيه وكل القيمين على هالحافل الضخم بصراحة عم بيصعبوا المهمة على حالهم لأنه كل سنة أقوى من سنة أنا وجودي هون بيعتبروا هو ربح وهي جايزة وجامعتنا هوني نحنا كلنا الفنانيين هي كمان هيك ربح لقلنا كتير مبسوطة أكيد بدي أقول لهم كلهم ألف مبروك لأنه شي بيفرح لقلب شي بيسعدنا نحنا هالجمعة الجميلة من الفنانين العرب موجودين ممثلين مطربين وهي أول مرة بتصير بالمدال إيست فكل الشكر وجه له هيئة الترفيه وله معلي مستشهر تركي ألو الشيخ أكيد وش ديرك الفن شعمت حضرة يا جمهوري فيه فيه أغاني باللهجة المصرية فيه عراقي فيه سعودي كمان قريبا أكيد نحن نقص الشأن لك سفعيك باللبنان حبيبتي إن شاء الله قريبا أكيد سعيدة بوجودي في الجوي أوردز لأسباب كعديدة السبب الأول هو وجودنا في الصعودية في المملكة وأشكر كل القائمين على الحفل والهيئة العامة للترفيه والجمهور اللي سامعينه اللي فعلا حسسنا أنه يعني نحنا محبوبين بالمملكة أنا يمكن أول مرة أجي الجوي أوردز السنة اللي فاتت ما عرفتش آجي بس حس بتنظيم رائع راقي فمبروك مبروك علينا كلنا ويسام خبرنا اليوم أداء أنت حظك حلو لأنه عم بتقدم للجوي أوردز هاي دي الفرصة عدد كبير من الإعلاميين بيتمنيها يعني ما بعرف إذا هي حظ ولا أنا ما بأيمن بالحظ بالحقيقة بأيمن بالفرص فأكيد ببشكر كل اللي القيمين على هالجائزة لاختيارهم لأنه اختروني أن يكون عم قدبها وإن شاء الله بقدر أعطي لي هني متوقعينه بإذن الله يعني أنا فخور جدا بوجودي هون مهرجان رائع حفل حفل مميز تنظيم اهتمام حرفية عالية عن جد عن جد عن جد على مستوى عالمي وأكتر بدي زقف صدقا لكل اللي وصلت أسماؤن للمراحل الأخيرة الكل اللي بيستحق الكل يعني الكل تعب واجتهد وأعتقد نال إن شاء الله ألف مبروك سلفا لكل الناجحين وقود لك للباقي واناك زعلان لانو انت مش مرشح يعني لو زعلان ما بكون هون يا فبيان بالعكس مفصوط جدا بالعكس أنا جاي أشجع أصحابي جاي أشجعهم وأدعمهم ومبسوطة لهم ومبسوطة للبلد ومبسوطة للمهرجان وحاجة أنا فخورة بها جيد سعيدة كتير بوجودي بيناتكم بهالحفل الضخم بوجود كل هدول النجوم اللي حوالي سعيدة كتير بالأسماء اللي رح تتكرم اليوم وحقيقة أنا بعتبر مجرد وجودي هون هو تكريم أكيد أستاذ وليد خبرنا من بعد نجاح لتريو نايت اليوم جاي فينك موجود عم بتشارك بالجوي أورد خبرنا عن هاي مشاركة يعني عالم الفرح هيدا فعلا عالم فرح بعد ما فرحنا بالتريو وبعد ما كتير كلنا سعادة بهالاشتراك مع النجوم بس اليوم أنا سعيد جدا بتعرفي من قلبي عمشوف العالم كله هون عمشوف العالم كأني بأمريكا أو بنيويورك عمشوف كل الوطن العربي هدي مبسوط اليوم إلى جانب عدد كبير من النجوم سعيد كله مصحاب وأحباب فعلا سعيد وسعيد فيكن أنتو كمان الأعلميين الله يعطيكن ألف عافية معروف عن حضرتك أنه دايما مرشح لجوائز المهمة أداش بيعني لك هيدا الترشيح من جوي أوردس وهل تتوقع النجاح؟ إن شاء الله أكون الفائز هكون سعيد تعملون للشباب وإذا ما كنت الفائز هكون زعلان بس هكون مبسوط لرفقاتي أكيد زملائي بيعنيني لأنه أكيد الجائزة مهمة جائزة كبيرة جائزة محترمة وتحترم ما نقدمه والحمد لله هذا المهرجان أصبح واحد من المهرجانات المهمة عالميا وعربيا وإن شاء الله يرقى إلى حقيقة العالمية فأي فنان حيكون محظوظ بأنه يحصل على جائزة بهذا المهرجان سعيد جدا بتواجدي بين هذه الأصدقاء الفنانين وهذه القائمة واللي لا تكل ولا تمل من الفنانين ممثلين وأعلاميين ورياضيين حفل جدا كبير وأنا مبسوط جدا بتواجدي بينهم وهذا يكفي اللي يقولي أن الحمد لله يعني فائز بهذا اليوم وإن شاء الله تتكرم اليوم يعني ونستنا بالجائزة بإذن الله قدي بحملك مسؤولية أنه حضرتك يعني فنان سعودة وعم ترفع اسم بلدك وعم تنشر كمان اللهجة السعودية لدول عربية أكتر والله هذا حمل على عاتقيني أنه أنا يعني أرتقي بهذا الفن الشاب اللي قاعدين نقدمه للعرب كامل باللون السعودي وقاعدين ندخل معاهم بالمود المغربي والمود العراقي وإن شاء الله الألوان الجاية بإذن الله لكن إلى الآن وصلنا العملين العربية والجاية أفضل بإذن الله ريتا خبينا اليوم دي مبسوطة عم بتشاركي الجمهور السعودي بهالحدث الضخم إلى جانب عدد الكبير من النجوم العرب يعني كلمة مبسوطة قليلة عن جد أنا طايرة من الفرح أني متواجدة بجوي أورز ولتاني مرة بكون بالرياض بشكل عام من بعض ضرب الرمل أهل الرياض يعني شو بدي خبرك أكتر من محبين شعب ولا أطياب وكتير مضياف وحلو أنه بهيك مستوى كتير عالمي مثل جوي أورز تلاقي بهالنجوم يعني في عنا يمكن خمسمائة نجم متواجدين بهالحفل فعن جد شي كتير حلو أستاذ ماروان يوم خبرنا قدام مبسوط متواجد بالجوي أورز وفايت مع المدام أكيد أكيد شعور حلو إضافة إذا بديك في اكتمال أكتر وأنا الشرف كون موجود هون بهيك احتفالية كبيرة على هالمستوى هيدا تايم بنقلك مبروء مصبقا لأنه حسينك خلاص اليوم رح تفوز بالجيز ما بالضرورة ولات أنا ما بعتقد لكن يعني مجرد الوجود مع الأسامي الهام اللي بحبها هو شيء بيسعدني وبيشرفني مبسوطة كتير أنا موجودة هون وهيذا المهرجين بيعني لي كتير فمبسوطة أنه هون وهيك بتمنى التوفيق للكل لمين بديك تزقف اليوم تقول له مبروك؟ مين هحسة هيك عم بتقول لي بينك وبين حالك إن شاء الله يربع للكل صراحة للكل رح مبسيط بس أكيد بمبسيط زيادة إذا حدا من لبنان مثل نادين جيم ربحت بفئة التمثيل وأكيد للمغنيين من لبنان بس أكيد بتمنى توفيق لكل الفنانين من كل الدول العربية أكيد مبسوطة كتير وسعيدة بهذا الإفنت الحلوية اللي جع مع كل نجوم أكيد يعني كل نجوم الوطن العربي هون وفرصة سعيدة وحلوة إنه نلتقى في هون وبوجه تبقى للقائمين على هذا المهرجان يلي قدر يجمع كلها الكام من النجوم على فلفت مبسوطة جدا جدا أني موجودة النهاردة في جوي أورتس أنا أول مرة أحضرها ما حضرتش السنة اللي فاتت يعني لكن السنة دي أنا مبسوطة جدا أني موجودة كمان عندي مسرحية في الرياض إن شاء الله من 1 ل 5 فبراير اسمها مبروك جالك ولد هنعرضها على مسرح محمد العلي فبتمنى أن كل اللي موجودين في السعودية ينورونا في المسرحية إن شاء الله طبعا أكيد مبسوطين في هذا اللغاء خاصة أن الجمعة هذه الطيبة موجودة في المملكة عربية السعودية وأصبحت اليوم هي ملتغة للفن ملتغة للتجمع جائزة تحفيزية لجميع القطاعات تجعل هناك تنافس بين خاصة الشباب يستاهلون يعني هذه الجائزة مهمة بالنسبة لهم لدعمهم لانتشارهم وبالنسبة لنا نحن اليوم وقفتنا معهم ووجودنا في هذا التجمع لدعم الفنانين الواعدين اللي يتمنى إن شاء الله كلهم يأخذوا الجواز أكيد أنا سعيدة أن أنا كن موجودة مع زملائي وأسقف لكل اللي هيفوزوا وأنا كنت هنا قريب أوي في السعودية في مارجان الإزاع والتلفزيون اتكرمت في الافتتاح وفي الختام كان مسلسلي بتلوع الروح أخد جايزة أحسن مسلسل العام 2022 وكنت سعيدة جدا سعيدة الحقيقة بكل المناسبات الفنية اللي بتقام في المملكة وأنا شايفة أن فيه طفرة يعني من التقدم والتحضر والاهتمام بالفنون والثقافة ده شيء رائع على الحقيقة أنا سعيدة وبهنيهم على ده خبرين اليوم ما قدي موصوطة بهيدا التواجد بالجوي أورد بما أنه سنت الماضي ما حالة فيك الحظ تكون إلى هوني على الرغم من أنه أستاذ جمال كان مكرم موزو مزبوط ما قدرت أخد أفن التصوير كنا مضطرين نكمل تصوير في مسين مسافرين السنة أصريت من قبل أني حط ضمن السكاجول أني أتفرغ لحتى إجي على جوي أورد سعيدة بمشاركتي بيها المهرجين الضخم بالمملكة العربية السعودية اللي بيبيد الوجه مش بس بالعالم العربي بالعالم كله أكيد أنا فخور للسنة الثانية عم نتكرم من مملكة العربية السعودية من خشبة مسرح جو أورد أنا فخور جدا أنه وصلنا لهون بمسلسل من شارع الهرم بدي حي جميع النجوم الهودة حسين الكيت بيهبا مشاري حمادة المخرج نخلنا الصباح فالحمده لأنا سعيد جدا يعني طبعا سعيد جدا بتواجدي هالسنة كان المفروض كمان سنت الماضي يكون موجود ولكن نظرا لكن كنت مريض فاليوم أنا فرحان جدا أني موجود بالجو أورد بدنا نشكر المملكة العربية السعودية بدنا نشكر ساعة المستشار تركي ألي الشيخ على هلكم الهائل من النجوم الوطن العربي الموجودين والعالمي بيعتبروا اليوم أنا حدث فني كبير والله هي مبسوطة قوي ومبسوطة لكل الناس معاً اللي هتاخدوا الجايزة وليش هتاخدوا الجايزة كده كده هم مكسبانين لأنه يعني النهاردة كل اللي موجودين نجوم في أمكانه فمبسوطة قوي أن أنا موجود وما نقول لك مبروك سلاف معقولة تاخد الجايزة للمرة الثانية والله بتمنى أكيد إن شاء الله يا رب أيضا زميلاتي قدموا أدوار مهمة جدا وأتمنى لهم تكل التوفيق يا رب اليوم مشاركتك بهالحفل الضخم وزوجتك من أشد المنافسين على نيلي اللقب والله أنا جاي مشارك وداعم بنفس الوقت فعسى الله إن شاء الله يتمم هذه الليلة على خير إن شاء الله وتفوز بالجائزة بإذن الله يا رب كل مرة أجي الحفل وأنا منشاكح يعني مبسوط إن أنا موجود النهاردة أجواء خيالية ومسيرة وفوق خيالي يعني أنا كنت مش متوقع كده يعني ما شاء الله يعني يا رب دايما في تقدم وفي الأحسن إن شاء الله والله أنا مبسوط إن أنا متواجد لأول سنة يعني حاجة مهمة بالنسبة لي كممثل زي ما حضريك بتقولي إن المهرجان بيعبر عن الفنانين العرب عموما فالحمد لله إن الواحد متواجد فيه وإن شاء الله بإذن الله ما تبقاشي آخر سنة والسنة جاي تشارك بجواز بقى بإذن الله إن شاء الله أنا فرحانة طبعا جاي أورد إيفانت بنبقى مستنيين وكلنا كفنانين من العالم كله لاي قل عن الأسكار بل أنا بالنسبة لي أحلى لأنه بقلوبنا بروحنا بمبدعينا لحبينيهم فحلو إن كنت تشوفي ده في المملكة أكيد ندخبينا اليوم عن مشاركتك بالجاي أوردس أداش مهمة بخاصة إنه هيدا أول مشاركة لإلك هيدا السنة ومن المحتمل إن يكون ستيلتو سنتجة من المرشحين لنال الجايزة أكيد إن شاء الله يكون المرشحين وإذا لقى ستيلتو إخد حقه كتير منيح ونجاحه كتير حلو كأنه في جايزة مبسوطة كتير بمشاركتك لتاني السنة في جاي أورد وأمريلي براود يعني بكل اللي عم بيصير الورغانيزيشن والعالم والانفتاح والورمت فكتير مبسوطة نحن سعداء ونفخر أن نتواجد اليوم في السعودية لأنه اللي قاعد يصير اليوم في المملكة العربية السعودية شيء يفوق الخيال من دعم واهتمام وهذا اللي احنا نتمنى نتمنى لنا وللغيرنا فيعني نقبط الفنان السعود اليوم بهذا الدعم ونشكر هيئة الترفيه نشكر مناصر الله يحفظه ونشكر أيضا الام بي سي على هذه الدعوة الكريمة كانت مبسوطة جدا وراصحة كبير قد الدنيا ومفخورة جدا باللي قاعد يصير والله يخلي لنا ولات الأمر اللي وصلونا بهالإحساس وحسسونا يعني قد إيش إحنا يحق لنا نفرح يعني طبعا واحد شغله وتعبه إذا بيلاقيه بمهرجين هالأد كبير أكيد بيكون مبسوط سالون زهر أنا بالنسبة لألي وأول عمل درامي لألي فعاملوا كتير بحب فأكيد مبسوط أنه يكون بالفايل لسهو مرشح وأريدي العالم بتحبه فالحمد الله الحمد لله مبسوط كتير طبعا وبحب أشكر الناس اللي آمنت فيه ووصلتني لهون وفخور كتير إني عن برفع اسمي بلادي لأردن وفلسطين طبعا مبسوط كتير قدش اليوم بتعني لك هيد الجيزة بما أنه جاي من السعودية بحفل ضخم بتعني لي بصراحة أنا مسؤولية كبيرة الناس وثقت فيني كتير ولازم أفوزها هاي الفكرة